القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوت أضحى وجهة مفضلة للكثيرين من أصحاب الحقوق والمظالم فقد تنادى إلى الساحة الواقعة أمامه الخميس مواطنون قدموا من مناطق مختلفة يحملون مطالب عديدة يدعون إلى إيجاد حلول عاجلة لها الحاجة محمد قدمت من حي ترحيل التاسع عشر رفقة أخريات من سكان الحي لمطالبة الرئيس الموريتاني بإيجاد حلول عاجلة لمشاكل جمع تقول إنها بات تؤرق السكان الحي وفي مقدمتها الماء والكرباء ودكاكن أمل وغياب الأمن وغير بعيد تقف نساء أخريات يقطن بتجنين قدمنا للمطالبة بما يسمينه رفع الظلم عنهن وتوزيع قطع أرضية عليهن طالبين من الملالهم منه يرفض عن نظل قاعدين شمن المخالق يقولون للمنكم ما هو حاصي ماني أطيط أشهر من الطراب مجي اللجنة من 2009 و2010 لحنا فهم سكان حي غزة بمقاطعة تجنين يطالبونهم الآخرون بتوزيع قطعة أرضية عليهم تنهي معاناتهم المستمرة مع السكان طالب رافدين عند عبد العزيز يرفض عن نظل من نحن من الحي قزة من 2008 انظروا لقطع أرضية ما أنا قاعدين لكم قطع أرضية طهان عمال سابقون بالشركة للنواذة بيزرنو طالب الرئيسة الموريتانية بالالتزام بالوعود التي التزم لهم بها والمتمثلة في صرف كافة مستحقاتهم المالية محاربة التدخين في الأماكن العمومية والإسراع في تنفيذ مشروع القانون متعلق به مطالبه كانت حاضرة خلال احتجاجات الخميس أمام القصر الرئاسي أنا ندرد مشروع مكافحة التدخين ندرد هذا مشروع القانون لفات صدق للبرلمان ومتوقف وندرد القانون يوخل محاربة التدخين في الأماكن العمومية هذا هو هدف عندنا مضر للتدخين وتتزايد الاحتجاجات أمام القصر الرئاسي من واكشوت خلال يوم الخميس بتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء يرفعون مطالب مختلفة يدعون السلطات إلى تلبيتها